بعد أسبوع من التحقيق حسمت السلطات البريطانية مصير 12 شخصاً كانت قد اعتقلتهم قبل أسبوع أحالت تسعة منهم إلى المحاكمة وأطلقت سراحة ثلاثة يقول قسم مكافحة الإرهاب في الادعاء البريطاني إن المتهمين كانوا يتأمرون على تنفيذ تفجيرات وأعمال إرهابية وبحثوا عن وسائل ومواد لاستخدامها في الهجمات وحاولوا تحديد مواقع لاستهدافها وأجروا اختبارات على مواد حارقة وكانت الاعتقالات قد شهدتها أربع مدن بريطانية في واحدة من أكبر العمليات الأمنية وقالت الشرطة إن المعتقلين كانوا تحت المراقبة لعدة أشهر وإن أعمارهم تتراوح بين سبعة عشر عاماً وثمانية وعشرين ولم تكشف هويتهم ولكن مصادر قالت إن خمسة منهم من أصول بنجالية ولكن ما هو مصير القضايا المشابهة في بريطانيا؟ تشير إحصاءات عام 2009 حول مصير المعتقلين في قضايا أمنية إلى أن ثلاثين في المئة منهم واجهوا اتهامات وإن خمسة عشر في المئة اتهموا بالإرهاب وإن ثمانية في المئة فقط أدينوا ويقول خبراء بريطانيون إن واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه الشرطة في قضايا الإرهاب هي توقيت التحرك فالتدخل المبكر لا يضمن أدلة كافية أما التأخير فقد يتمخض عن مخاطر كبيرة أحمد الشيخ بي بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر